اشتركوا في القناة الكوادر الطبية تخفف عن الناس المعاناة بينما في الواقع من يقوم بعمليات الخطف يزيد هذه المعاناة فيفترض ان تقوم جميع الفصائل بحماية الاخوة في الكوادر الطبية وانت تعتبرهم خط احمر لا يجوز المساس به ابدا ومن هذا المنطلق انا اطالب بسرعة الافراج عن اخينا الصيدلاني ابراهيم رضوان والاخ المسعف علاء عليوي باسرع وقت ممكن وعودتهم لأهلهم وعودتهم لخدمة اخواننا المرضى بالنسبة لاختطاف الاحد الكوادر الطبية كان متكرر باعتقد ان صاروا 8 حالات اكثر ما يشبه هذا العدد هذا العمل اللي صار هو غالبا لأفراغ الداخل السوري من الخبرات الطبية الموجودة بالنسبة للخاطفين ابراهيم رضوان او خطف علاء علوي ماو عرفان ان مكانه هو فاضي ما زال لحد الان فاضي هذا ما بتأثر عليه غير المدنيين وكل مصاب وكل محتاج بالنسبة اذا ان خطف دكتور او ممرض او صيدلاني عبقوا مكانه فارغ ما في تعويض عن الشخص اللي راح موسيقى